مرحبا أخي الكريم بالنسبة لسؤالك أن هناك خطة عملية قابلة للتنفيذ طبعا هذا الذي تحدثت عنه هو الخطة خطة القرآن الكريم هو أو هي ما جاء به القرآن الكريم من توجيهات إذا لم يفهم المسلمون أن القرآن الكريم يخاطبهم شخصيا إذا لم يفهم كل فرد منه أنه عندما يقرأ القرآن فهو المعني بهذا القرآن لأن مشكلتنا اليوم أخي الكريم أن كثيرا من الناس يقرؤون القرآن تبركا وكأن هذا القرآن يخاطب أناسا آخرين ولذلك تجد ذلك الانفصام الخطير بينما يدعو له القرآن وبينما يعيشه المسلمون فتجده يقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ثم يضع المصحف ويقوم القيام بعملية تجارية فيها أكلوا لأموال الناس بالباطل تجده يقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا أخرى منهم فيأتي صاحبه يجالسه فيطوي المصحف ويبدأ مباشرة في السخرية من الآخرين وهكذا إذن الخطة العملية التي جاء بها القرآن هي أن تكون قراءتنا للقرآن الكريم قراءة تدبر كان الدكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه يشتغل على هذا كثيرا بحيث إن المطلوب منا أن نقرأ القرآن الكريم ليست لكم القراءة التي نحرص عليها في رمضان بحيث نفخر أننا ختمنا القرآن ثلاثة ختمات أو أربع ختمات لا ليس هذا هو المهم أنا في نظري لو ختم المسلم القرآن في رمضان ختمة واحدة لكن بتدبر وبتمع يقف مع كل آية ما الذي يريد الله تعالى أن يقول في هذه الآية كيف أطبق هذه الآية هذا هو المنهج وهذا هو الذي كان عليه الصحابة ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول كنا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ عشر آيات من القرآن لا نتجاوزها حتى نحفظها ونفهمها ونعمل ما به هذا هو المنهج ثم الأخ الكريم يقول هل هو أو عن خطة عمل قابلة للتنفيذ طبعا القرآن الكريم قابل للتنفيذ نقرأ في صورة البقرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو لم يكن المنهج القرآني قابلا للتنفيذ لما أمرنا الله تعالى به بل إن المنهج القرآني من معالمه وهذا لم أذكره أنه جاء ليرفع عن الناس بعض التكاليف التي يصعب تنزيلها وتطبيقها أي خطة العمل التي كانت قد فرضت على بني إسرائيل في بعض المراحل صعبة التنفيذ مثلا اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم قال فتابع عليكم أي فنسخ هذا الحكم ولم يعد مطلوب التنفيذ لكن نحن في القرآن وصف الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في سورة الأعراف فقال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إن نهدنا إليك قال عذابي أصيب به من شاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويوتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون هذا والشيء عندي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل يامرهم بالمعروف هذه معالم المنهج يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالآصار والأغلال والتشديدات كلها موضوعة في الإسلام مرفوضة وكل الخطة التي جاء بها القرآن الكريم خطة قابلة للتنفيذ والدليل على ذلك أنها جربت فصحت جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة جربوا هذه الخطة العملية ونزلوها على أرض الواقعي وأنشأوا بها المدينة الفاضلة الحقيقية ليست المدينة التي كان ينادي بها أفلاطون ترجمة نانسي قنقر